الإنساني اليمني قام مركز الملك سلمال الإغاثي والأعمال الإنسانية مؤخرا بتوزيع خزانات مياه الشرب على محافظة سقطرة بحضور الوكيل الأول بالمحافظة وعدد من مسؤولية السلطة المحلية وذلك استمرارا لمشروع الإمداد المائي الذي يموله ويتابعه المركز في 15 محافظة يمنية ويستفيد منه أكثر من مليوني شخص من خلال الشريك المحلي اتلاف الخير يأتي المشروع امتدادا لما يقدمه المركز من جهود إغاثية وإنسانية لجميع المحافظات اليمنية حيث بلغت المشروعات 133 مشروعا نفذت عبر 83 شريكا محليا وإقليبيا أمميا